اسمح لي بانضم إلينا أيضا عبر سكاب مشاهدين الكرام الأستاذ أحمد العناني عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أستاذ أحمد تحياتي أهلاً وسهلاً أستاذ أحمد العلاقات المصرية الكويتية في عهد الراحل تميزت بالاتفاق أو شبه الاتفاق على الكثير من النقاط علاقات أخوية على المستوى الرسمي والشعبي علاقات تميزت بصدق نواية في الكثير من النقاط في ظل هذه الأمور أبرز النقاط التي يمكن أن تذكر في مسيرة الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح يعني بداية كل التعازي للإخوة في دولة الكويت حكومة وشعباً كل التعازي في مفاقع الأمر للشعب الكويتي في وفاة الحقيقة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح كانت لقوا أيان بيضاء على دولة الكويت فيما يخص التنمية وفيما يخص الاستثمار أعتقد أن العلاقات المصرية الكويتية كانت على عهده أي علاقات راسخة وضربة في عمق التاريخ يعني من أسس في واقع الأمر لتوطيل العلاقات المصرية الكويتية كانت له في واقع الأمر رؤية حقية تحترم في المنطقة من حيث العمل على استقرار المنطقة مع الجانب المصري عبر الإدارات المصرية المختلفة فخاصة يعني في عهده الرئيس عبد التحسيسي أعتقد أن كان له دور البارز وفعال فيما يخص استقرار الدولة المصرية وكان له موقف تحترم في الثلاثين من يونيو إذن يعني الراحل كانت له أياد بيضاء على السياسة الخارجية الكويتية خاصة فيما يخص العلاقات المصرية الكويتية والعمل مع وضع رؤية حقيقية لاستقرار المنطقة خاصة أن منطقة الشرق الأوسط كانت تشهد صراعات كان له رؤية حقيقية فيما يخص الحرب الإيرانية العراقية وكان له تدخل مباشر لإنهاء هذه الحرب حرب الثماني سنوات التي دفعت منها منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد دولة العراق وبالتالي تدخل وبشيخ كبير من خلال الأمم المتحدة لإنهاء هذا النزاع أعتقد أن العلاقات المصرية الكويتية هي علاقات راتخة أعتقد أن كانت تفاهمات في الفترة الأخيرة من حيث عدة ملفات هم أبرزها استقرار العمل على استقرار المنطقة أبرزها ملف متفعة الإرهاب أعتقد أن التفاهمات الاقتصادية والتبادل التجاري ما بين دولة الكويت في الفترة الأخيرة وبين الدولة المصرية ارتفع ارتفاع كبير وبالتالي أعتقد أن هذه العلاقات تمت ترجمتها من حيث الرؤية الحقيقية للمنطقة والعمل على مضع رؤية حقيقية من حيث الاستقرار خاصة لأن منطقة الشرق الأوسط من المناطق المعروفة التي تجهد نزاعات منذ فترات طويلة وصاصة أحمد يعني عرف عن الراحل الكثير من الألقاب أمير الإنسانية رجل المبادرات عميد الدبلوماسيين في العالم فيما تعلق برجل المبادرات الراحل كان له الكثير من المبادرات في معالجة الكثير من المشاكل وحرصه باستمرار على حل الأمور العربية بالتفاهم والتنصيق بين الدول والحكومات يعني يمكن أبرز في الفترة الخيرة ما يتعلق بمشاكل المتعلقة بالأزمة الخليجية فيما يتعلق بعض الدول يعني في هذه النقطة تحديدا ما يمكن أن يقال عن الراحل فيما يتعلق بحرصه الدائم على طرح المبادرات لحل المشاكل والخلافات العربية يعني صحيح كانت لدولة الكويت خاصة في الجامعة العربية مواقف تحترام لصالح يعني من مواقف قوم ومن مواقف عروبي ومن مواقف وضني أعتقد أن المبادرات التي كان يتبنىها يعني الشخي جابي رحمه الله عليه هي يعني العمل على الاستقرار في المنطقة كما ذكرت حضرتك ربما تكون الأزمة الخليجية موقعا كان يتدخل وبشكل كبير وكان يعني يضغط على الجانب القضري فيما يخص أن يكون هناك سياسة متزنة لدولة القضر فيما يخص الحقيقة علاقتها مع جرانها مع دول الخليج وبالتالي كان هناك علاقات متوازنة سواء مع الجانبين كانت له علاقة منفتحة مع الجانب السعودي والحقيقة الجانب البحريني فيما يخص إنهاء هذه الأدماء أعوذ وأقول لحضرتك أنه له على مستوى حق بعض الدول التي جهدت يعني بعد صورات أربية العربية بمشاكل خاصة الدولة الثورية والمشاكل التي تمر بها اليمن كان له تدخل مباشر فيما صد بعض المساعدات الإنسانية وصول بعض المساعدات الإنسانية للجانب السوري والعمل على تحقيق الاستقرار في الدخل السوري وفقا لقرارات الأممية وفقا لقرارات ميليس الأمن وبالتالي كان الرجل يسعى وبكل جهد أن يرى أن يكون هناك خاصة المنطقة العربية أن يكون فيها استقرار أن يكون هناك حل لحق النزاعات التي نشبت مؤخرا في بعض الدول وأيضا بعض الدول التي شهدت في الأسف الشديد خاصة بعض الطورات الأربية العربية مشاكل كبيرة إذا كنا نتحدث عن الجانب اليمن إذا كنا نتحدث عن الجانب السوري كانت له حلول فيما يخص حلول سياسية وفقا لحق المبادرات خاصة المبادرات الأمم المتحدة وقرارات المجيس الأمن التي تعمل على وضع آلية سياسية واستقرار لهذه الدول فيها الفترة الأخيرة أشكرك جدا الأساس أحمد العناني عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية